خلال الساعات اللي فاتت اعلن المجلس الاعداء للثقافة اسماء الفائزين بجوائز الدولة سواء التشجيعية او التفوق والتقديرية وطبع جوائز النيل واللي ضمت قائمة ثقافية وفنية وادبية اسماء كبيرة واسماء مرموقة بكل تأكيد فبنبارك لكل الفائزين في الجوائز الاربع مثلا جائزة النيل بتمنح لشخصية بارزة في كل مجالات ثقاف نون اداب علوم اجتماعية جائزة مش هل الكلمة على القيمة المادية هي طبعا يعني 400 الف جنيه ولكن ميدالية زهبية ولكن القيمة المعنوية نفسها دي قيمة كبيرة جدا ففي مجال الادب فاز الاسم المترجم والاديب الراحل الدكتور محمد عناني احد الاعلام في الادب وفي الترجمة وفي الادب الانجليزي طبعا في مجال علوم اجتماعية الدكتور علي الدين هلال الاستاذ العلم السياسية بناء رب الدين الصحة في مجال الفنون فاز الفناني التشكيلي الكبير عبدالسلام عيد في مجال بقى جائز النيل في المبدعين العرب كان الفائز الفناني التشكيلي العراقي ضياء العزاوي في جائز الدولة التقديرية ودي برضو واحدة من اهم الجوائز يعني في مجال الفنون كان الموسيقار هاني شنودة ودكتور اشرف زاكي نقيب المان التمثيلية والدكتورة دليل الكرداني استاذ العمارة وتصميم العمر العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة وهنستعرض طبعا معاكم باقي الاسماء واسماء الفائزين ولكن اولا ابارك لدكتور اشرف زاكي نقيب المان التمثيلية والفائز بجازة دولة تقديرية في الفنون دكتور اشرف الف مبروك الله يبارك فيك اتنى متشاكر جدا في التكريم التكريم مستحق وحابب اعرف مشاعر حضرتك اول ما تم ابلاغك بجائزة الدولة التقديرية والله الحمد لله يعني انا طبعا حسيت ان المجهود والمشبار والعم ما رحش حضر هناك من يقدره هناك من يعني يراقب من يقدمه ويسمينه فالحمد لله يعني فقط بجائزة الدولة فده يعني الدولة بتقولك شكرا على مجهودك شكرا على صعبك شكرا على إبداعك شكرا على إجتماعاتك فده وسام كبير يعني هل كان بيدور في زهن دكتور اشرف زاكي انه قد في سنة من السنوات يرشح او يفوز بجازة دولة تقديرية؟ والله مكنش مفكر اوي مكنش مفكر اوي بس كنت مفكر دكتور اشرف لا يعني احيانا لكن يعني لكن انا انا بعتبر يعني حب الناس دي اكبر جائزة اكيد اه يعني زميلي وحكوم وانهما بيتصابوا علي وبيتصابوا بخطري ده اكبر جائزة بالنسبة لي اكيد الاثنين بيتكمل اه تقدير من الدولة برضو اه تقدير من الدولة برضو له يعني مزاق خاص يعني طبع تستحق كل تقدير وكل محبة واحترام دكتور اشرف زاكي نقيبي المهن التمثيلية والف مبروك مرة تانية على جهاز الدولة التقديرية في الفنون شكرا جزيلا لحضرتك اشتركوا في القناة